بُرْهَانٌ يَهْدِيْنَا رَشَدًا بِعْلُومٍ تَمْلَى الْقَلْبَ هُدَى مِنْ بَحْرِئَ بِالْعَلَمَيْنِ فَقُنْ نَنْهَلْ فَعَسَنَا الْقَامَ دَدًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا يرضاه لذاته والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق اللهم صل صلاةً كاملة وسلم سلامًا تامًا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم الويل ثم الويل لهؤلاء الطاعنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلينا بهم لقد طبع على قلوبهم وطمست أعينهم وصمت آذانهم وانطلقت بالباطل ألسنتهم فصاروا يقولون نحن نأخذ من القرآن فقط لا نأخذ حديث الرسول منهم من بلغ أن تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو بشر فنقول له وهو سيد البشر وكيف تدعي أنك تأخذ من القرآن والقرآن يأمر بأن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فالذي يكذب محمدا عليه الصلاة والسلام هو مكذب للقرآن الكريم آيات القرآن الكريم التي جاءت في الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة فالذي يقول أنا أرجع إلى القرآن لآخذ منه نقول له القرآن يأمرك أن تأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن سأل وكيف آخذ من رسول الله نقول له وهل أنت سمعت القرآن من فم رسول الله يقول له إنما وجدته مطبوعا مقروءا ونقول له وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف بلغتنا فينتقل إلى الطعن في أئمة الحديث في البخاري ومسلم وأبي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجا ويطعن في أئمة الفقه في الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ويطعن في الإمام أبي الحسن الأشعري ويطعن في الإمام أبي منصور الماتوريدي ويطعن في أئمة الصوفية الصادقين الصالحين فماذا يبقى بعد ذلك إلا رأيه وهواه وإذن هذا حقيقة يا سادة ليس راجعا إلى القرآن الكريم وليس متبعا ولا عاملا بالقرآن الكريم وإن ادعى ذلك إنما هذا إنسان يفتح المصحفة ثم يتكلم برأيه يشقشق له الشيطان ويزين فيظن أنه قد فتح عليه ففهم فهما ما أحد فهمه فيخرج للناس يقول لهم ما تقولون في هذه الآية فيقول له فلان قال ابن عباس كذا فيقول خطأ وقال ابن مسعود كذا فيقول خطأ يأتي من يقول له الرسول قال هذا معناه كذا وكذا ورواه فلان يقول له لا الرسول ما قال وهذا لا يكون له علم بالحديث ولا بالرجال ولا عنده علم باللغة وتقول له أنت كيف تخطئ كل هؤلاء يقول أنا بعقلي نظرت فرأيت أن هذا لا يستقيم وإنما هذا لما في عقله من الدأ لأن فهمه سقيم نعوذ بالله تعالى من ذلك فليعلم هؤلاء إذا كانوا على هذه الحال فنقول لهم ولو أنكم تقولون صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنكم ترفضون الأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مكذبون كلام الله نقول لهم أنتم مكذبون كلام الله هؤلاء انبذوهم ولا تجالسوهم وانهروهم ليسوا أهل فهم ليسوا أهل عافية هؤلاء بلاء كوباء داء مرض يصيب هذه الأمة في هذا الوقت آمنوا بكل ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لذلك الرفاعي يقول من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم تسليم للنبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاء فجاء من يجادله في أمر ويقول له من يشهد لك يا محمد في ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له الحق فذاك يقول له ولكن من يشهد لك كان في المجلس صحابي جليل يقال له خزيمة قال أنا أشهد بهذه الحادثة كما قال رسول الله فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى خزيمة رضي الله عنه قال لكن أنت كنت شاهدا على تلك الحادثة قال يا رسول الله أنا ما كنت ولكن أنت قلت وأنا أشهد لك لأن الله شهد لك بأنك صادق ألسنا آمنا بالله أليس الله تعالى أمرنا أن نصدقك وأن نشهد بأن الذي تقوله هو الصدق فإذا أنت قلت يا رسول الله فأنت قولك حق فأنا أشهد لك قال أنا أشهد لك يا رسول الله بأنك صادق ولو لم أكن أنا موجودا في تلك الحادثة هذا التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر به وقال للصحابة شهادة خزيمة بشهادة رجلين في الشهادات في بعض الشهادات تحتاج إلى رجلين فكان إذا وجد خزيمة بعد ذلك في زمن الصديق في زمن عمر رضي الله عنهم إذا جاء خزيمة شهدة يقولون كما قال رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين خصوصية حتى هذه الخصوصية التي قد تحصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حكم عام فنمضي بالحكم العام جاء حكم خاص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا لهن حكم خاص يا نساء النبي لستنك أحد من النساء جعل الله تعالى فرضا عليهن تغطية الوجه ستر وجوههن رضي الله تعالى عنهن على غيرهن من نساء المسلمين ليس فرضا تغطية الوجه بل مستحب اقتداءا بنسائه عليه الصلاة والسلام إنما الواجب على المرأة ستر العورة والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين أما نساء النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية لهن ولهن خصوصيات أخرى العموميات والخصوصيات الأحكام العامة والأحكام الخاصة الأحكام المطلقة الأحكام المقيدة كل ذلك من جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا الصيام فرض في شهر رمضان لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بذلك في القرآن الكريم لماذا الصلوات الخمس فرض في اليوم والليلة لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك لماذا نجمع الصلاة ونقصرها في بعض الأحوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك لماذا آلة الطهارة الماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك لماذا لا يقبل الله تعالى صلاة من غير طهارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك فإن فقدنا الماء فاتيمم لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وهكذا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الإمام الرفاعي يقول آمنا بالله وبكتاب الله لا نجحد حرفا واحدا من القرآن من جحد حرفا واحدا من كتاب الله تعالى كمن جحد القرآن الكريم كله كما أن من كذب خبرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن كذب ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به رسول الله وبعض الأشياء التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عقلنا حكمتها وبعض الأشياء ما عرفنا الحكمة فيها أخفيت عنها فيقول العلماء هذا نعمل به تعبدا لأننا ما عرفنا الحكمة فيه لكن الله تعالى أمر بذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الحدود كلها حد السرق حد الزنة حد شارب الخمر كل هذه الحدود كل ذلك كيف عرفنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كيف عرفنا أن إجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام حجة في الدين الإجماع حجة كيف عرفنا من نص القرآن الكريم الآية التي ذكرها الإمام الرفاعي في البرهان المؤيد قال الله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فعلمنا أن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة في الدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إذن هذا معنى لازم علينا أن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فإذن لازم أن نتبع سبيل المؤمنين الذي هو إجماعهم لأن الله لا يجمع أمة محمد على ضلاله ولما كان لازما اتباع جماعتهم كان إجماعهم حجة في دين الله ولما كان كذلك اتباع غير سبيلهم سببا لعذاب جهنم فإذن اتباعهم لازم لذلك الإجماع حجة في دين الله وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سئل عن دليل من القرآن الكريم على أن الإجماع حجة استدل بهذه الآية الكريمة من سورة النساء ولذلك من جملة ما يقال في تسمية أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم يؤمنون بالإجماع أهل السنة والجماعة يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بلزوم جماعة المسلمين لذلك يقال أهل السنة والجماعة أي جماعة المسلمين الإجماع حجة في دين الله فالإجماع حجة فيلزمنا أن نعمل بهذه الحجة إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله فمن ضلل أئمة الفقه الذين قدموا وإمة الحديث وإمة التوحيد وإمة التصوف خرق إجماع المسلمين فهذا يصدق فيه والعياذ بالله أنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين نسأل الله تعالى أن يجعلنا على السنة والجماعة على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه إجماع أمته عليه الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برهان يهدينا رشدا بعلوم تملى القلب هدى من بحر أب العالمين فقم ننهى الفعسان القامد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر